حلقة النهاردة حلقة طويلة مليانة تفاصيل هنتكلم فيها عن الديجيتيزنج اكتر حاجة تقريبا الجاي اس سبيشالست او متخصصين الجاي اس بيقضوا فيها وقت جمعتوا عن التخطيل المعماري عندهم فيها تفاصيل كتير فخلينا كده نتكلم يعني ايه ديجيتيزنج احنا اخر مرة اتكلمنا على الجاي ريفرانسينج وعرفنا زي ان احنا ندخل توبو ماب واريال امجري على الكيو جاي اس طيب انا بالنسبة لي مثلا في الحالة دي عندي توبو ماب ايه عبارة عن ايه الديتا اللي فيها اه شوارع وحضائق وبيوت تمام لكن انا بالنسبة لي مفيش يعني انا مقدرش اشتغل عليه دي مجرد صورة ما فيهاش اي ديتا غير الديتا اللي انا شايفها دي صعب الديتا دي جات ازاي يعني الشكل ده الكون ازاي او ايه النظرية اللي وراها دي عبارة عن راستر راستر دوت عبارة عن حاجة اسمها مالتي باند راستر كلمنا عن الموضوع ده قبل كده فلو جيت مسلا تشوف كده فين ايه او لو انت جيت مسلا اخترت اي بيكسل عليها هتلاقي فيه اه تلاتة باند دول عبارة عن ايه اللي هو الار جي بي هو شايل لون يعني الباند الواحدة الراستراية اللي جوه الباند شايلة لون الكود دوت نسلا ده بتاع لون في النهاية الالوان دي كلها مطلع لك الاشكال اللي انت شايفها دي كلها لكن انا دي ما هيش دم مثلا اللي هو انا مزاج ارتفاع رقمي عشان اقدر ان انا اعمل عليه بروسس زي اه دلينيشن اه اللي هو احدد مسلا الحدوب بتاعت اه حود اه تجميع بتاع المية او الكلام ده كل فانا بالنسبالي عايز اطلع الديتا دي اطلعها ازاي? عن طريق الديجيتيزنج الديجيتيزنج معناه ان انا عندي زي دي كده صورة وبخلق منها وليكن مسلا انا عايز اطلع الشرع ده فبقوم بخلق كده اسمها اسمها رودز مسلا او او طرق واقوم اعمل اه رسم الرسم بتاعتي دي احط فيها كل الطرق اطلع مسلا المباني واقوم اعمل زي ما انا شايف زي ما انت شايفين كل المباني الباركس لو فيه مسلا ايه اه حضائق كل تفصيلة في الرسمة انا محتاجها في شغلي بقوم حطيتها في فيكتور ليير ده بيبقى فيه بقى اتريبيوتز فيه ديتا اللي انت عاوزها تحط فيها اه كل حاجة بس ده مفهوم الديجيتيزنج بكل بساطة تمام خلينا بقى نبدأ انا طبعا هيبقى الديت عبارة عن اه راستر اه توبو ماب توبو ماب ماشي اللي هي دي بس هتبقى كبيرة شوية فاحنا هنتكلم شوية ازاي ان احنا نجهزها بالمنظر ده طيب خلينا نبدأ اه مشروع جديد هحط لك كالعاية ده لينك لي الراستر اللي احنا هنشتغل عليها دي فنعمل لها دراج بس انا عندي كده ايه اه توبو ماب كبيرة جدا فانا عايز اه هشتغل بس على حيطة زيارة فانا هزوم عليها كده ماشي الجزء ده كده وهنعمل اللي احنا عملنا قبل كده وهو تروح طبعا على طبعا اللي احنا بنقوله ده ما هوش جديد احنا عملنا قبل كده وبعدين بتروح على راستر وتقوله هتختار الراستر اللي عندنا والله انا مسلا عاوز ايه عاوز الجزء ده كده تمام اه وبعدين اه خلينا نقول بقى انه اه في نقطة مهمة هنا انا محتاج ان انا وانا شغال وانا بعمل زوم انا مش محتاج الرسمة دي غير في انها انها تكون باينة واضحة مش اكتر من كده فمش عايزة هنجلي يدني فبروح هنا كده بقول له دي قولنا عليها برضه قبل كده وبعدين والله انا مسلا هسايف اه سيف تو فايل تمام اه هنسميها ايه انا هسميها كده نفس الاسم بعدين جنبها كلب دمشي سيف و اقول له رن تمام فنشت كلوز اقفل دي خلاص دي انا مش محتاج اصعى طيب دي حجمها دي هتلاقي حجمها صغير جدا لو روحت كده على المكان بتاع الوركينج فايل و قلت له والله هاتلي كده لا لسه مكاريتها دي فين من رفريش اهي صحي كده كيلو بايت حاجات بالكيلو بايت في حيني ان اصلا الكبيرة دي اصلا مية سبعة وثلاثين اه ميجا طبام طيب طريقة تانية طريقة تانية لان انا اه موضوع الزوم ان والزوم اوت ده ان انا الغيه الغيه انا مش يعني انت ممكن اصلا انا دلوقتي بالنسبة لي ما عنديش مشكلة لكن ممكن واحد يجي اه امكانيات الجهاز بتاعته ما بيسمحش انه هو اه لما بيجي يعمل زوم ان وزوم اوت اللي عملية معاها عمالة هنج ففي حاجة اسمها بتعمل ايه كليك يمين عليها احنا خلاص عملنا موضوع الكليب وعملنا كومبريشن فانا بقول لكم دي طريقة تانية بحيث انك برضو تبقى عارفة بعد كده بتروح على اه براميدز ويه لو قاريت هنا هيقول لك انه في بتاع الراستر اللي موجود عندك دي في العادي بياخد وقت لما بيعمل لما بتعمل زوم او زوم اوت او الكلام ده كله نفس الكلام اللي انا كنت بقول لك من شوية فهو بيقدر انه هو من خلال دي انه هو يخلق لك مختلفة زي اللي احنا شايفينها دي كلها بنختارها كده بكنترول وبعدين نختارها كلها انت لما بتعمل زوم هو بيختار لك المناسب للزوم ده تمام بعد كده بتعمل يعني هو كل ده بيخلقه كل ده بيخلقه بحيث انك لما تعمل زوم والله مسلا انا شايف انه هو اه انت محتاج عالي عشان يشوف تفاصيل لو انت مزاوم قوي لو انت مزاوم بعيد فهيدي لك مسلا اقل ايه اقل كده خلاص وبعد ما عملنا نقول له اوكي بتعرف ازاي بقى ان هو خلقه اه البيرامدز ده هتلاقيه كده جانب بالفايل بتاعك عمل ملف جديد دوت او في ار يعني هو نفس دوت تي اي اف وبعدين دوت او في ار تمام بس كده بس انا خلاص يعني احنا بالنسبة لنا ده احنا مش هنشتغل عليه مش محتاجينه لانه يعني دي حاجة كبيرة خلاص احنا عملنا اللي ايه دي اللي احنا قطعناه فدي خلاص انا هم صحة ولكن انت عرفت طريقتين ان انت اه تقلل الموضوع ده بحيث انك تشتغل دي دي على فكرة نقطة مهمة جدا 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 انك اه تخلي موضوع اه معاك مايبقاش بيهنج من البداية لان اعاوز صورة تبقى في الخلفية كده الدنيا ماشي سالسة اه عشان اعرف اشتغل عليه بس خلاص انا همسح ده مادين افتح دي كده دلوقتي دورنا بقى ان احنا نكاريت ايه طيب ولكن قبل ما نكاريت الارات دي بنعمل حاجة اسمها الديجيطايزنج اه سيتنج بنعدل شوية عشان نبقى شغالين اه اه في موضوع ديجيطايزنج ده بشكل معين يعني فبنخش كده على الستنج وبعدين اوبشن ماشي وبعدين بتروح على ديجيطايزنج تمام اول حاجة انت بتعمل بحيث انه هو يعمل لك السنابينج على اقرب اه اقرب ايه اقرب ماشي بعد كده دي هتبقى زي ما هي مفيش اي مشكلة وبتعدل بس الاتنين دول بيبقى دي فايدتهم ايه فايدتهم ان هو بي بيعمل بيحافظ لك على نفس يعني المسافة بغض النظر عن تمام طيب بس كده بعدين بنقول له اوكي تمام يعني انت غالبا لما تفتح هتلاقي بس انك هتعمل الاتشيك هنا وضير دول ماب يونت سماشي بعد كده تقول له اوكي طيب دلوقتي انا الاواني ان احنا نعمل ايه اا اليرات خلان اقول كده احنا متعودين على الشيف فايل ايه الشيف فايل اه 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 هي المطورة شركة ازري ولكن احنا عندنا حاجة تانية اسمها جيو بايكيج الجيو بايكيج و ايه الفرق ما بينها وما بين الفرق ان متوراها OGC اتكلمنا عليها قبل كده لما كنا منتكلم ازاي ان احنا ندخل على QGS وقولنا ان دي اختصار ل وده منظمة فيها منظمة تطوعية فيها حوالي 500 شركة منها شركات تجارية ومنظمات ربحية ومنظمات حكومية زي مثلا وفيها جوجل مسلا وفيها ناسا وفيها ازري برضو نفسها فالوسجي هي اللي مطورة فده حاجة يعني مستقلة وبرضو لما تقرأ عنها هتلاقي بيقولك انها يعني حاجة مش مملوكة لان زي ما قلنا كده هي مطوراها يعني منظمة فيها حوالي 500 شركة فبرضو الجيو باكيج يعني منفزة او بحاجة اسمها اسكيو اللايت يعني دي برضو بتديها ميزة في انها بتبقى اسهل في موضوع ان انت تنقلها من موضوع من تمام بس فانا بالنسبالي انا هشتغل بالجيو باكيج انت ممكن تشتغل معايا بالجيو باكيج وفي الاخر خالص اقولك ازاي تحولها بالشيف فايل عايز تشتغل من البداية بالشيف فايل هما الاتنين بنفس الشكل ولكن انا يعني زي ما شرحت لك كده المادة بتاع الجيو باكيج اكبر تمام فخلينا بنروح هنا كده دي اسمها ايه دي اسمها لو قفت عليها كده اسمها داتا سورس مانجر طول بار فانت بتروح هنا كليك يمين لو هي مش موجودة على طول بار وبعدين داتا مانجر سورس داتا سورس مانجر وتعلم عليها وتظهر عندك هنا كده تختار تاني واحدة اللي هي الجيو باكيج كمل معايا بالجيو باكيج لو انت عايز تشتغل بالشيف فايل في النهاية خالص انا هقولك ازاي ان انت تخرجها لشيف فايل فخلص الجنب ايه بالمناسبة ولكن انا هقول جيو باكيج اول حاجة احنا بنكاريت لير انا طبعا كنت عامل واحدة فانا او ممكن نمسحها بقى او ممكن ندخل هنا في التراش تمام و انا كاريت هتكاريت لير اسمها ديجيتيزنج هتبقى جيو باكيج وبعدين تقوله سيف وهنسميها اول حاجة هنعملها ايه الرودز ماشي ليل ايه الطرق بعد كده الجيومتري طيب هنستخدم ايه هنستخدم الليين تمام يبقى سمناها وبعدين قلنا لين وبعدين هتقوله البروجيكشن البروجيكشن بتاع ايه طبعا انت المفروض انك عارف البروجيكشن بتاع التوبو ماب اللي عندك تمام وتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في الجي ريفرنسين فانت عارف الجي ريفرنسين فانا بالنسبة لدي الجي ريفرنسين بتاعنا اللي هو اتنين واحد تسعة تلاتة وبعدين بتقوله اوكي تختارها من هنا كده وبعدين تقوله اوكي ماشي في هنا ايه تاني هنا بقى دي ده فيكتور فيكتور لاير فحط له بقى الجدول هيبقى مكتوب في ايه والله انا عايز احط اسم الشارع name وهيبقى text لان هو هيبقى يعني نص يعني وهاخد ده انا رقم كبير في الماكسيم هقول له 50 وبعدين اقول له add to fields list ماشي طيب كاريت لنا هنا واحدة ايه فعايزين نكاريت حاجة تانية اسمها class ويبرضو نفس الكلام زيها بالزبط 50 ويديكست data واقول له add fields وبعدين اقول له اوكي تمام اعم اتوقعين ان هو يدف لنا layer اسمها roads ويسايفها في جيوباكيج اسمها digitizing تمام فقول له اوكي بس نزل لنا roads طبعا دي فاضية ما فيهاش ايه حاجة انا لسه هنبتدي ان احنا نعمل ال digitizing على layer تمام طيب انا الاوان بقى ان احنا نعمل ايه نبتدي ان احنا نرسل والله انا مثلا انا هرسم ده كده ده طريق كل اللي احنا شايفينه باللاسفر ده طريق فانا هعمل ايه فيه هنا كده لو احنا بس وقفنا كده دي اسمها digitizing tool bar تروح هنا كليك يمين بعدين تروح على tool bar وتقوم رايح digitizing tool bar لو هي مش ظهر عندك تظهره تمام بعدين تروح هنا كده هتلاقي فيه حاجة اسمها toggle editing توقف على بعدين toggle editing وخلاص انا كده هتلاقي فيه علامة القلم موجودة كده جنب layer فهو كده بيقولك ان انت في حالة editing فتروح على vertex اللي هي علامة vertex اللي اسمها add line feature وبدوس عليها بيجيب لك كده حاجة زي اللي هي اللي ايه اللي هو انا شايفينه ده النشان ده او حاجة فبتبتدي ان انت بترسم بقى ارسم كده وليكن مسلا ده الطريق اللي انا هرسمه ده كده اهو مسلا زوم كده بتبتدي انت بتعمل ايه انت بترسم vertex صح يعني بترسم اهو vertex 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 دي اللي هي يعني اللي هو الكاثرة دي اسمها vertex ماجي ماجي وبعدين نكمل كده لحد الاخر تمام احنا كل ده عملنا بالايه بكليك شمال خلصنا نقوم دايسين على كلاك يمين كده وهيقوم طلع لك يعني بوبوب كده اللي هي النافذة ويقول لك ف اي دي هو كاريتا مش هنجي جنبها يعني وي النام والله ده مسلا اسم الطريق صح اسم الطريق ايه اسمه مش عارف ايه اللي هو المكتوب ده تمام والكلاس والله الطريق ده مسلا اي حاجة لو هو مسلا طريق سريع او طريق شجري او باي شكل بقى يعني ده الكلاس يعني خليني اكتبهم ماشي انا كتبتهم من على الايه من على اسم الطريق وي انا سميته باركوي اللي هو طريق شجري يعني بس اقول له اوكي خلص انت كده المفروض ان انت خلصت الطريق لو انت دست عليها تاني كده هيقول لك عايز سايف قوله سايف كده اني خلصت رسمت الروتز طبعا رسمت طريق واحد فانت هترسم بقى ربنا معاك يعني لو انت مسلا بتعمل جماعة بتوع تخطيط المعماري بيقد وقتهم كله بيعود يرسم الايه الطرق والكلام ده كله ام فهو ده الديجيتيزنج يعني فاحنا كده خلصنا الروتز ماشي ام بس احنا مش شايفينه صح هو بين خط كده صغير فده بنعمل ايه احنا تعلمنا قبل كده في موضوع بتاعه بنروح هنا كده وبعدين والله ام انا يعني عايز اكبر ده شوية اكبر ده شوية اهو نخطي كده وخليه كده باللون الاصفر ايه المشكلة يعني او مثلا لا مجداش اللون الاصفر او في حاجة احسن يعني احنا لو نزلنا تحت كده هنلاقي ايه هنلاقيه مدينا كده توبرود ماشيه فهو مجهز هالنا فخلينا نقول مسلا والله ده كويس مش وحش اه بس طبعا هو هتلاقيه غير الويت فنزوده شوية ماشي فيش مشكلة سيبه باللون دوت او والله لو عايز تغير اللون رحينا كده ويخليه باللون ده اه او لا ده اللون الوحش قليه مثلا كده باللون ده تمام كده احنا المفروض ان احنا خلصنا طيب عايز تبص على لما بنعمل زوم اوت بص بيعمل ايه فخلينا كده ايه صغير كده والله انت عايز تبص بقى على الحاجات اللي انت رسمتها اه اكليكي مين الاتريبيوت تيبل ايدي اهو اللي احنا رسمناه هو خط واحد صعر؟ ده فتشار واحده بس اه يعني ده عبر عن ايه ده اللي هو الطريق اللي احنا رسمناه اسمه والكلاس بتاعه تمام؟ طبعا انت عايز تضيف تاني انت قفلت؟ ما عايز تضيف تاني تقوم دايس عليها تاني وبعدين تقوم دايس كده وبعدين ترسم الخط اللي انت عاوزو لكن مثلا كده والله انا مثلا هرسم ايه من هنا كده الهين اهو ماشي بس انا ام ماشي وبعدين خلينا نقول كده وتكتب اي حاجة هنا وبعدين اوكي وبعدين تدوس هنا او تدوس سيف وبعدين تقول له سيف تفتح الاتريبيوت تيبل هتلاقيه موجود هنا اوه طب انا مثلا انا كتبته وعايز امسحه ده ده مش عاجبني مثلا اي اعمل ايديت تاني اهو التوجل ايديتنج وبعدين افتح الاتريبيوت تيبل اهو وبعدين روح هنا كده امسحه دوس على دليت بس كده دوس علي تاني او خلينا بقى المرادة ندوس على سيف دوسنا على سيف بعدين تدوس على التوجل ايديتنج تاني مش اجيلك الرسالة بتاعك كل مرة تمام؟ انها تكون واضحة طيب فيه معلومة كده مهمة برضو نقول عليها اه موضوع احنا عايزين بقى نشوف اللي احنا اللي احنا علمنا عليها دي طيب احنا خلينا كده نفتح بس حاجة اسمها ماشي؟ هي طبعا بتبقى مقفولة كده اه انت بتفتحها بتلاقيها بتلاقيتلك كده بالمنظر ده اللي هي دي يا جمعة ماشي؟ طيب انا عشان افعل بتبقى مقفولة كده فانا بدوس على علامة المجند دي انا كده فعلت ماشي؟ بدوس عليها والله هنعايز اقول له اه اعمل لي على الانترسكشن مسلا فيه هنا كده يعني قبل قبل الاخيرة دي عند التقطعات هيعمل طيب نفهم اكتر الموضوع دوت ازاي خلينا بس نعلم عليها كده وبعدين نروح على نفتحها تاني في هنروح هنا كده علامة القلم ماشي؟ وبعدين انا والله عايز ايه؟ اه يعني عايز اعدل شوية كده مسلا انا مش عاجبني الورتكس ده انا عايز اجيبه هنا كده قدام شوية ماشي؟ طيب تروح هنا كده دي وبعدين تقول له تنزل تحت ماشي؟ طيب لما تيجي انتقرب كده بس كده خلينا نزوم بس ان كده خلينا نزوم بس ان كده عمل ايه? عمل دايرة كده حمرة ماشي؟ فده الاسنابينبينك ان هو بي يعني بيقشر عليها كده على النقطة بتاع التقطعات دي نقطة مصلا لو احنا جينا كده بس من بعيد اهو من بعيد كده بيعمل اسنابينبينك طيب من هنا نفس الكلام من هنا نفس الكلام طيب انا والله عاوز ايه احنا دلوقتي بنعمل عايزين نغير المكان بتاعه دوسنا عليه دابل كليك اه ومش دابل كليك ااسف اه كليك واحد بس وبعدين انا عايز اجيبه هنا كده انت كليك وسبت ماشي مش كليك وبعدين بتدراج لأ انت كليك وبعدين تدوس على المكان اللي انت عاوزه تعمل كليك تاني طيب والله انا عاوز امساح دي مش عجباني ادوس عليها كليك وبعدين من على الكيبورد لأ انا عايز رجعها تاني كنترول زت مسلم دي دي مش عجباني اه عايز احركها طيب انا جاي حركها كده الاسنابينج ده مدايقني انا مش عارف ان انا جيب كده انا عايز اجيبها جنبها بالزبط بص لما في خط كده احمر خفيف قوي وسلو انا قربت شوية اكتر المسافة اللي انا كنت محددها في كانت حوالي ايه اه اتناشر بالماب يونيت لحسب الوحدات بتاعت الايه بتاعت الماب عندي فلا انا عاوز بقى الغي الاسنابينج دوت عشان اقرب شوية هنا كده والله لو قفلت ده كده الماجنط ده لهو المغناطيس يعني فاهو بص اقدر ان انا اجي هنا اجي هنا اجي هنا براحتي فدي برضو كانت نقطة مهمة جدا ام اطول نقدر نستخدمها بكل بساطة وموفيدة بس خلاص انا كده ام ماشي فعل الماجنط وبعدين بقى نقفل دي خلاص ماشي نقفلها ونقوله كده خلاص تمام كده ما فيش اي مشكلة خلاص انا كده خلقت رسمت الطرق اللي انا محتاجها في التوبو ماب مسلا وعايز بقى اعمل ايه اعمل المباني واعمل الحضائق والكلام ده كله هعمل ايه برضو هنعمل جيوباكج جديدة وحدة جديدة بقى ماشي من هنا من نفس المكان وبعدين اا الاتابيز قدامك حل من الاتنين اما تكاريت جيوباكج جديدة خالص ااا وتحط فيها اللير الجديدة اللي هي هتبقى في حالتنا مسلا المباني مسلا او الباركس مسلا خلانا الباركس اللي هي الجنين يعني في الاول. يؤمن الحاجة التانية ان انت تحطها في نفس الايه? نفس اللي احنا سميناها وده طبعا يفضل ايه? فانا هعمل كده. اه هختار نفس بتاعتنا اللي هي الديجي تايزنج. ماشي? ده برضو بيرجع عليك انت عايز تعمل واحدة جديدة تانية خالص مفيش مشكلة. شوف انت متطلبات المشروع بتاعك ايه? واعمله. وبعدين اه هنا بقى احنا هنرسم مساحا ή analytial صح? فpse من هنا احنا ممكن نرسمти بوليجون صح? وفي حاجة تانية اسمها مالتي بوليجون. هنا بقى نحتاجين ان احنا نعرف الفرق ما بينهم. ماشي? ااااا هجيب لكم مصدر كده نتكلم على الموضوع البوليجون والمالتي بوليجون ده. ماشي لو جيبنا كده الايه الاّ الاستاك اكسytجینج. ماشي? ال بوليجون زي ما احنا شايفين كده يعنى احنا بنرسم الحدوب بتاعت التبوليجون لو جينا في اول رسمة دي. فهي حدود عادية هي. يعني الشكل بتاع المساحة بتاعتنا اللي هو اللي ايه البوليجون. تقدر ترسم جوه البوليجون ده. تقدر ان تترسم شكل تاني. ولكن لما بترسم شكل شكل تاني او شكلين مسلا او تلاتة وهكزا. ولكن احنا كده اصبح ايه? اصبح ان الشكل اللي جوه ده البوليجون اللي جوه البوليجون ده. اصبح المكان ده اكنه حفرة كده. يعني هو اه فتحة. والبوليجون الاساسي اللي احنا كنا رسمينه يعني احنا لما نرسم في الاول رسمنا ده كده. فده كان حدوده كاملة. لما نرسم واحد تاني جوه فهو بيقوم قاطع اللي جوه دي وقوم ايه? فاصبح جوه ده بوليجون وحدود التاني هو كله ناقص ده صح كده? وهنا كله ناقص الاتنين دول صح? طيب ايه المالتي بوليجون? المالتي بوليجون بقى مختلف عن كده. اولا دول عادي تمام? زي البوليجون عادي. هو اصلا بس آآ مالتي متعادل. فالحالة دي كده مسلا الحالة دي هي عبارة عن ايه? عبارة في المالتي بوليجون بقى احنا دلوقتي في المالتي بوليجون. عبارة عن البوليجون ده كله بكمل مسحته. والبوليجون التاني اللي هو مرسوم ده بالمساحة اللي احنا شايفينها ما هياش حفرة ما هواش قطع الحتة دي ورماها من البوليجون الاساسي. تمام؟ هنحاول نوضح الموضوع ده في يعني على تمام هنا مسلا هنا ده كامل مساحته وده بكامل مساحته واللي جوه ده بكامل مساحته وبعدين الجوه الصغير ده تمام على عكس هناك يعني هناك في هو بيقوم قاطع كل الحاجات دي ورميها من الاساسي او الكبير ماشي نحاول برضو نقولها في الكيو جاي اس فوالله في الحالة بتاعتنا مش هتفرق كتير في الاختيار يعني خلينا نرجع تاني الكيو جاي اس نفتح كده الايه الكيو جاي اس انت ممكن تختار بوليجون او تختار الايه المالتي بوليجون انا اختار مالتي بوليجون طيب او البرجيكشن اسف كان ايه معلش سواني طبعا ده بتاعك بتاع المشروع بتاعك في احنا بالنسبة لنا هو اتنين اتنين كام اتنين واحد تسعة تلاتة تمام اختاره وبعدين تقول لي اوكي تمام طيب النام هنسمي ايه اا هنقول نيم برضو ماشي اا نيم نكتب نيم والله هو نكتب هنا خمسين احنا بس هنسمي الحضائق بس مش هكتر وبعدين نقوله ادفيلد وبعدين نقول له اوكي بيقول لك بقى هتعمل اوفر رايت يعني هتشيل اللي جوه الديجي تايزنج دوت جي بي كي جي دي اللي يقول الجي باكت ده ولا هتضيف لير جديدة هقول له اد نيو لير ماشي هتضيف لك اللير جديدة اسمها باركس خلاص احنا كده كاريتنا الباركس عايزين بقى ناديجي تايز الجنين اللي موجودة عندنا فهنعمل ده ازاي عافوا بنروح هنا كده وبعدين ندوس على العلامة دي وبنبدأ ان احنا نرسم بقى في حاجة كده جنب جنب اسمها اا ماشي خلينا نبدأ نعمل تاني نقف هنا وبعدين هندوس على دي وبعدين في هنا جنبها ماشي ندوس عليها وطبعا احنا كنا عاملين قبل كده موضوع السنابينج فده هيفيدنا فيه برضو هيفيدنا ان انا عندي اللير هنا ايه اللي انا رسمتها بتاعت الرودز اا هبتدن ان انا برضو ايه هيعمل السنابينج كده مع الفيرتكس اللي موجودة دي هتساعدني وانا بارس ماشي تبدأ ان انت ترسم كده يا جن كده والله هنا البارك لتكن دي مسلا لحد حد هنا دي البارك بتاعتي خلاص انا كده رسمتها لحد هنا كده مسلا اخر رسمتها هنا اقوم دايس كيليك يمين واسميها اا والله بالاسم بتاعها ده اللي هو اا ماشي وبعدين تقول له اوكي تمام بس كده هو عمل ايه عمل سنابينج بحيس انه ما يبقاش فيه مسافات ما بين اللي انت رسمه وما بين الايه اا يعني اللي احنا رسمينه ده اللي هو اا البرك دي. ماشي? خلاص هدوس هنا كده. وبعدين تقول له. طيب انا محتاج ان انا اقول على حاجة كده للتسهيل لو الناس طبعا بتشتغب بتعمل متعملش بوليجون واحد لو انت عندك حاجات كتير بقى حضائق كتير او حاجة في الحالة بتاعتنا يعني في البركس دي. وهترسم بوليجون كتير فاو انت بترسم بيحصل تقاطعات انت انت بتتقاطع غصبا عنك الجديد على القديم. فعشان نلغي الموضوع دوات وان يبقى فيه ساحة متكررة مرتين. بنعمل حركة كده زريفة جدا. بتروح هنا على العلامة اللي جانب دي اللي هي اللي مكتوب عليها. بتختار ماشي? بيزهر لك علامة عين تدوس عليها. وبتنزل كده. طبعا الخاصية دي اللي هي يعني منع او دي خاصية خاصة بالبوليجون والمالتي بوليجون. يعني مش هتلاقيها في الروتز مثلا. الروتز ليه? لانها فهتحرك كده يمين شوية. تلاقي فيه هنا كده كلهم اسمه علم عليها علامة صح. واخرج. هتلاقي هنا كده. آآ اللاو اوفرلاب تدوس عليها تقول له. هي في الطبيعي بيقول لك اللاو اوفرلاب. ان هو بيعمل اوفرلاب عادي. ماشي? لأ انا عايز اقول له اوفرلاب. فبختار التانية دي. وبتنزل ان انا ارسم عادي خالص اروح بقى على البارك. ونشوف بقى انجرب اللي احنا عملنا ده. والله هنا هرسم آآ بوليجون. ماشي? اد بوليجون فيتشر. وبعدين انا الله هنا هاخد كده. يعني انا هتعمد كده ان انا ايه? ازود الموضوع شوية جوة. اعمل اوفرلاب كده ونشوف هيحصل ايه. ماشي? والله هنا هرسم كده. وبعدين آآ دي مسلا البارك بتاعتي. وبعدين كده. 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 ولكن كده. كده. ولكن مسلا كده. كده. وينسميها اي حاجة يعني بارك. مسلا. تو مسلا. اوكي. ماشي? عمل ايه? خلينا بس نسايف. كده. ماشي? هو عمل ايه? بنيجي نفتح دي. اتروبيت تابل. هنلاقي ايه? هنلاقي زبط موضوع الاوفرلابنج ده. يعني احنا اصلا كنا دخلنا كده. شوية جوة. هنعرف ازاي برضو. نتأكد ازاي. ندوس هنا تاني. وبعدين نروح هنا. دي بتتجاب منين? دي حاجة اسمها ادفانسد ديجي تايزنج. احنا عايزين نحرك بس الحاجات دي. عشان نشوفها ايه. فبتجابها منين? ده ادفانسد ديجي تايزنج طول بار. بتكليك كمين هنا وبعدين تروح على اول واحدة في التول بارز وتعمل عليها تشيك. فخلينا نشوف كده. هو عمل قطع فعلا وعمل اوفرلابنج ولا لا بتروح على العلامة دي. موف فيتشر. هوم بيختار دي. هوم محركة. بصوا عمل ايه? بصوا الحتة دي مقطوعة ازاي? عامل ازاي? لو افل دي. ماشي. نعمل حاجة كمان كده. تاني معليش. ونفتح اه والله هنه هرسم حاجة تاني. وبرضو بدون عناق بقى موضوع ان انا عمل سنام وكده اهو بص. منتهى العشوائية اين? اهو. ماشي? اهي. كده 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 كده. صح? ما تعبتش انا ما تعبتش في ان انا اه اضفها. خلال دي مسلا اسمها بارك سري. اوكي. عمل ايه? ملع اللي جوه بس. ملع الحتة الفادية بس. طب منتأكد ازاي? روح هنا. نسحب دي. لا معليش مش دي بقى. اه في هنا في السليكت طول. روح هنا خلال سليكت فيتشر. دي انا كلنا عارفينها طبعا. اه اسمها سليكشن طول بار. تروح عالطول بار لو هي مش بينة. اعمل سليكتل دي. وبعدين نختار اه نشوف بقى. تعال نحركة. بصوا. قطع ايه? بالزبط. على قدها بالزبط. صح كده? طيب. نقفل. او خلينا بقى نرجع تاني. لها كده. وبعدين نقفل ونقول له safe. بس كده. انا كده خلصت البارك وخلصت الروت. ناقص ايه? ناقص المباني. طبعا الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا. وهيبقى مفيد قوي للناس اللي بترسم اه تخطيل معماري او لنا كلنا يعني في موضوع ده. هيوفر عليك وقت كتير انك تقعد تعمل كده وتقرب وتعملوا الكلام ده كله. لا دوت اسهل واحسن. طيب خلاص اه نعمل بقى دي كده. حيث انه كل دوت اتشال. ودلوقتي هنعمل بقى لير جديدة عشان نعمل البلدينك ماشي? برضو بنفس الطريقة. وهنضفها برضو على بتاعنا. وبعدين هنسمي دي بلدينك. بلدينك. وأه الجيومتري بقى. and babe. هنخليها بقى المرادة ايه بوليجون ماشي. والا الا 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 البروجيكشن بتاعنا كان ايه كان اه اتنين واحد تسعة تلاتة ونختاره اوكي وهنسمي بقى اه هي بس النام بس ومعندي ناشي حاجة تاني نيم لا نيم وبعدين خلي دي رقم كبير خمسين مسلا بعدين اد فايل اوكي وفي الرأي توقل اد نيولير اد نيولير بس كده خلاص اه نقفل دول مش هايزينهم بالوقتي البلدنج بقى. طبعا انت مكن ترسم عادي خالص ما فيش مشكله نفتح هنا كده زى ده وترسم عادي بنفس الطريقة تقعد تعمل تعمل تيفيد فين البيلدنج الاول البيلدنج فين. اللي هي الحاجات صغيرة او دي شايفيني الحاجات صغيرة دي دي البيلدنج. لحاجات اللي ايه اللي هي صغيرة خالص دي. وتقعد تعمل بقى ايه? تعمل كده 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 ده معناه ايه? معانا ان انت لو بترسم مربع ومستطيل فانت محتاج تعمل اربعة فيرتكس. لو بتعمل مثلا شكل مش مستطيل فانت زود بقى خمسة فيرتكس ستة فيرتكس. يعني كل لو انت عندك اشكال مختلفة هتقع ترسم في فيرتكس كتير جدا فده مجهد جدا وياخد وقت كبير جدا. طيب فيه طريقة اسهل فيه طريقة اسهل. ايه هي? انه والله انا عندي حاجة هنا كده اسمها ايه? نقف عليها كده اسمها هو والله عامل لي شوية كده دواير مستطيلات آآ للتسهيل عشان الاشكال اللي عندك دي تبقى زي كده حاجات ايه آآ اسطنبه هاني. فبتروح هنا كده خلاص بس نقفل دي نعمل وتعلم على الى اا فين? اهي لو احنا علمنا عليها كده وخفناها وشغلناها تاني هتلاقي هي اللي هو الجزء ده. طيب والله بقى روح ايه عايزين نرسم مستطيل تلاقي هنا كده في حاجة اسمها اهي دوس عليها فين? اللي بتدوس هنا مرة وبعدين مرة كمان طبعا كليك شمال وبعدين كليك يمين كليك يمين لحد ما توصل هنا كده تعمل دراج وبعدين كليك يمين تقول اوكي ما عايز تسميه بقى لو انت مسلا ده مجمع سكنية او حاجة لها اسم او كده تسميه زي ما انت عايز او سيبه زي ما هو كده انا سميته واحد يعني والله مسلا في حاجات تانية زي دي اه فين ده مسلا اهو. اوكي اه طيب خلينا مسلا في ايه تاني? في حاجات تاني? في حاجات تاني مسلا زي دي. تقعد ترسم بقى يعني انت هترسم طبعا دي اسهل شوية من الايه? من التانية. التانية. اه طبعا هنا بيعني برضو موضوع ماشي? احنا خلاص احنا فعلناه على كل حاجة. على كل حاجة. اه طيب انا عدي مشكلة والله انا ايه ده الادود مسلا دي اه ده بص ما ايلا ازاي? فانا لو جيت رسمت ده كده مش هيبقى مش عارف انا. انا عايز اعمل روتيشن بقى. فبنروح نرسم هنا كده. اه. بنروح برضو النفس نفس الريكتانجل ده وبعدين نقول له فروم سنتر اند بوينت. تروح واقف على سنتر الشكل اللي عندك ده وتقوم رسم الايه? المستطيل بتاعك. اهو تقوم دايس كليك. يمين. اوكي وبعدين تروح بقى على اللي هي دي. دي اللي هي ايه? اللي هي اه? اللي احنا يعني فعلناه من شوية. تقوم دايس عليها. وبعدين توقف هنا كده. تقوم عامل روتيشن. ماشي? هنا نفس الكلام لو انت عاوز تعمل مسلا كده. تعمل ايه? برضو. هتروح هنا كده. وبعدين ترسم. اهو. كده مسلا. فبنختار ده كده. وبعدين توقف من هنا كده في النص وبعدين ترسم ده كده. وبعدين تقول له اوكي وبعدين تروح هنا كده. تقوم عامل له من النص روتيشن. وكذا تبدأ ان انت ترسم. خلينا نفترض ان دي مباني. دي مش مباني طبعا اللي في النص ده مش مباني. بس خلينا يرسم كده. اه عليها. بحيس انها بس كبيرة شوية فيبقى موضوع اسهل شوية. اه. انت طبعا فهمت الفكرة اين. ادرك تنجل مسلا. ادي اهو. رسمنا ده كده. كده. اوكي. كده. كده. اوكي. ومسلا كده. كده. طي. والله هنا عندي مسلا شكل زي ده. خلاص روح بقى ارجع بقى لبطاعتنا الرئيسية اللي هي ده شكل ملوش يعني مش منتظم ما هواش منتظم ما هواش مستطيل ما هواش دايرة ما هواش اي حاجة. فخلاص مفيش مشكلة. الفيرتكس ده عايز اتعدل كده. تروح هنا. وتعمل ايه? تقوم اختار دي. تقوم. طبعا زي ما قلنا. افلو. وتعلى كده شوية. وكزا يعني ده للتسهيل يعني اه الاشكال دي عندك بقى ايه? عندك دواير عندك اه اه فيه كرفات فيه عاجات كتير. بس كده جماعة انا كده خلصت البلدنج خلاص افلها. قول له سيف. وكده خلاص. اه رسمنا اجزاء من البلدنج كده. وبعدين اه طبعا هتحطها فوق لو انت بنزلها تحت شوية لا. لا تطلع فوق بس عشان تبان على الكلام ده كله. طيب اه اعاوز بقى اعاوز تعدل بقى فيه ممكن تروح كده. والله مسلا انا عاوز الرود يبقى كده. مسلا يعني. وتكبر ده شوية كده مسلا. مش يخلي الرود ده يطلع فوق كده خالص عشان يبان اكتر. تمام? ومسلا او خلينا دي وخليها مسلا كده. او كده او كده. ايا كانت يعني او كده مسلا. ماشي? والله ده الصورة دي انا مش عاوز بتاعتها تبقى عالية كده. روح هنا. واتكلمنا طبعا على كل الكلام دوت قبل كده في في بتاع الراستر والفيكتور. خلص انت مش محتاج مسلا دي فيلها. ايه تاني? اه عاوز تعدل مسلا البيلدنج دي تخلي لون مختلف. براحتك. كنت اعملها كده. حيز انها تبقى بينها. بس ده طبعا دي اطول الحلقة في التاريخ. اه حلقة مش سهلة. وكاد زي ما قلت كانت محتاجها تركيز جامد جدا. اطمان برضو الموضوع ما بقاش برضو صعب. ولكنه مهم اه زي ما قلت يمكن ده اكتر حاجة الناس بتقضي عليها او الجي اي اس سبيشاليست متخصصين الجي اي اس بقد وقت على الجي اي اس في موضوع الديجي تايزي. حاجة اخيرة وهي انه انا دلوقتي الجي او باكيجي دي اه انا عاوز عاوزها اه اخراجها لشيف فايل. ببساطة جديدة جدا بتروح هنا كده مسلا عايز تخرج الروت. تقوم بكليك يمين اكسابورت. بعدين اه سيف فيتشار از. وبعدين بتروح مختار ازر شيف فايل. وتختار المكان اللي انت عاوزه. لكن مسلا انا سيفته هنا مسلا لأ امبلاج دي. اه اه احنا كنا بنخرج ايه الروتز صح? خليها روتز. روتز. تقول له سيف. وبعدين اه تختار طبعا بتاعك. هو هو طبعا نفس السورس بتاعك. وبعدين تنزل تحت تقول له اوكي. تمام? طيب تعالى بقى نفتح نقفل الكل ده معليش. هي نزل تاية صح? هي دي صح? لو كليك يمين بروبرتز كده. شيف فايل اهي ماشي. طيب نفس المكان او نفس المكان. بس كده. ده بمنطقة البساطة. كده انا خلصت هشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.